موسيقى السلام عليكم اهلا بكم في قناة الموضة البسطة اليوم سنتحدث عن كيف يستطيع عمل تربوش على سن طبعا سنة سنة تكون مخلوقة بالشكل فول فونكشن السنة تكون ممكن تتكسر لعدة اسباب سنة تكون او محشية عصب حشو العصب عندنا بلعف الاسنان لأسباب تاخدوها قدام او السنة تكون فيها تساوث جزء كبير من فبالتالي اعيز اعوضه او السنة كانت بيجز على اسنانه فالسنة تتكسرت بس حصل حاجة اسمها او بصرشك ان السنة تت حصلها تآكل فانا عايز برضو ايه السنة تتكسر لعشان ان عيني قدر يعد تاني عليها او عشان ان انا اقدر احافظ على بيت السنة بيت ما يكسرش او حتى ان السنة تتكسر في شكل جمالي فبالتالي كل ملايات يكون شكلها بدايقه فبالتالي بلجا ان انا اعمل حاجة اسمها دينتال كاستنج او بذات اللي بندرسه اسمه اللست واكس تكنيك ان انا ببنى السنة تتكسر وبعدين بحول الواكس لمتال كشرة جمالية خلونا من نسبقش بس الاحداث وبسم الله نبدأ عندنا السنة تتكسر فاول خطوة بعملها كدكتور عندي في العيادة حاجة اسمها او ان انا بنحت في السنة عشان تبقى بالشكل دوت بحيث افضي مساحة طبعا المساحة ديت لو صغيرة هيكون الكراون رفية فبالتالي يكسر انا يعرف طبعا ترفب التفصيل مملكة قدام ان شاء الله في المادة المساحة دي يكون قد ايه باختلاف الانواع الالويز او الخامل اللي انا هستعمله اهم حاجة انا بعمل بطلع حاجة اسمها هو الجزء دوت في السنة طبعا بيكون داير ميدور حوالين السنة وسلمنا بالفينش لاين لان هو الجزء دوت اللي بنتهي عنده الكراون او بمعنى صح بيقف عليه الكراون وده الوقت بعمله بحاجة اسمها الثونج طبعا تدرس كل الادوات ديت قدام والسنة جيدة تعملها بايدكم هتعملوا على اكريل هتعملوا مختلف الاسنان ومعزق كل الانواع الانواع كثير البلد تدرسوها قدام لا مفيش مراش لازم اقول ان احنا نترك ده 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 دلوقتي. بعد ما خلص بتاعي بابدأ باخد حاجة اسمها الامبرشن. او الدينت الامبرشن. اه الامبرشن هو بس الفكرة ان انا دلوقتي اه الامبرشن ده عملته سنة المريض. هو بفقه. السنة بفقه وعملت لها الامبرشن. فبالتالي عايز ابعد للمعمل اه سورة السنة دي او شكل السنة دي عشان يبني عليها. ويطلع اللي تربوش. انا عندي محتاج التربوش يكون اكريت ومقفل كويس قوي. علشان ما يتقشش جوا وتعمل. فازاي بسجل شكل السنة بسجلها بمادة بتكون اه قابلة للتشكيل او المسلا حاجة زي الالجنيت. بيكون عبارة عن بودرة ومية. هندرس كل الكلام ده قدام بالتفصيل جدا. في اصلا شابتر في اسم كاستنج. هناخده برضو بالتفصيل اوه هناخد فيه الكلام ده بالتفصيل. احنا بس مجرد مناخد نبزة شاند ساعدنا ان شاء الله في دراسة المتخصصة قدام. لحد مناخد الشابات المتخصصة في دوت. فزي ما قلنا انا بجيب حاجة اسمها الدينتل تري. الدينتل تري ديت. عبارة بس عن زي حامل. حامل بيكون مثلا معدن او بيكون. ويبحط جواه المادة اللي هي بتتشكل لسه. ولما حطها في البوك اربع دقيقة تقريبا وتبدأ خلاص تبدأ تنشف وتاخد شكل السنة ديت. تمام? فهنا باسمها باخد نيجاتيف ريبرودوكشن للسنة. ان انا باخد شكل السنة بس بالنيجاتيف ان هي دي فيها بروز. فهتطلع لي في شكل الامبريشن. بيكون ايه فيها كونكافتي. بعدين ببعث الامبريشن دوت للمعمل. المعمل بيصبه بيصب الامبريشن دوت بجيبس. ماشي او حاجة اسمها الديماتيريال. هو طبعا يعني الامبريشن انواع كتير. هنخسرهم في جامعة امبريشن ماتيريال. في شابتة الامبريشن ان شاء الله هناخد كل انواع الامبريشن ماتيريال. نفس الكلام هنا المعمل بيصبه بجيبس. الجيبس دوت مساهل صغير للضاي ماتيريال بس هو الجيبس مستقوم اللي هنستعمله. تمام? فلما يده يصب الامبريشن دوت بجيبس والجيبس خلاص ينشف. بعد كده يفك منه الامبريشن هيطلع له الشكل دوت. او منسميه الضاي. كده المعمل بقى عنده شكل السنة قدامه يقدر يشتغل عليها. والبيشن تفيته خلاص مروح. وكده المعمل اقدمه ايه? نفس الشكل السنة اللي انا عملته. عشان يبدأ يشتغل عليه ويطلع لي. اه طلع علي الكراون بتاعي. والفيتج نفس الشكل ده بالزبط. لما يحطه فوق البيشن يكون مقفل كويس. المارجنز سابتة وكويسة عليه. تمام? بعد كده الخطوة اللي بعديها يبدأ المعمل اه يعمل حاجة اسمها الواكس باترن. اه بمعنى ان انا دلوقتي عندي زي ما قلنا ان داية الضوء معمول لها ريدوكشن. وانا عايدة لسطور شكل السنة اللي هو هنا في كاسبيس. ويمقفل كويس. فيبدأ يبني شكل السنة الطبيعي دوت بالواكس او بالشامعة. وده برضه تعملونش والله السنة الجاية. اه اشمعنا الواكس يعني ترفق لزبط كتير طب برضه في انواع تانية لبناء السنة. بس برضه المستكمن هنا اللي حم نستعمله بيكون هو الواكس دوت. يبدأ يبني السنة بالواكس بتاعه ويقفل مارجنز كويس عليها. وطبعا يرسل نفس الفورما او نفس الشكل بالزبط. اما ياخده من السنة الناحية التانية اما بيكون على شكل دينتش انت درستو. تمام? بعد كده بنبدأ بنعين الواكس بجران دوت بنشيله من على السنة بتاعتي. كده احنا بنينينا دوت بالواكس. وعايزين نحوله لمثال. يبقى الحد دلوقتي احنا كده عندنا الكرون دوت بس بواكس. عايزين نحاول الواكس دوت لمثال. فهنعمل ايه? اول حاجة بنعملها بنعمل حاجة اسمها سبروينج. سبروينج ان انا عندي بحط الواكس بتاعي دوت. بمسك فيه واكس تاني برضو. بيكون واقف كده وشاهله اسمه سبرو. تمام? والسبرو دوت بيكون شاهله الكروسبل فورمر. ما نطلق بطش. دونت بنك. اه كل الكلام دوت هنعرف ليه بزبط قدام يعني في الفيديو دوت. تمام? فانا كده انا عندي الواكس بتاعي. سبتت فيه حاجة اسمها السبرو. وده برضو بيكون واكس. وسبتت فيه كروسبل فورمر. ده بيكون مطات او متل. مش مشكلات. الكروسبل فورمر او اسمه برضو الاسبرو كارير. انه بيشيل السبرو. تمام? وعندي في السبرو بيكون فيه جزء واكس تخين كده شوية دوت اسمه ريسيرفوار. الريسيرفوار دوت مستو ان هو هيحوش لي هنا متل اكتر في الحتة دي. وطبعا هنعرف كل كلام بيجي كيف ريزون وهنعرف يعني بالتفصيل قدام. هدرس كل كل ده قدام بالتفصيل. الفكرة بزي ما قلنا احنا نعرف المتاليز ماشي ازاي. لحد بناخد الشابتر دوت قدام ان شاء الله. تمام? فكده احنا قلنا عندنا الواكس بنسبت فيه حاجة اسمها الاسبرو. الاسبرو بيكون فيه تدخين شوية اسمه ريسيرفوار. وكل دول بيتسبتوا فيه حاجة اسمها الكروساب والفورمر. وده ما بيكونش واكس بيكون مسلا بلاستيك مطاط او متل. تمام كده? بعدين بنبدأ اه نحط حلقة حديد كده بنسبتها في الكروساب والفورمر. الحلقة الحديد ديت اسمها الكاست رينج. الكاستينج رينج. الحلقة الحديد ديت. اه بحطها علشان اصب بجوه. يعني هو دراتي جوابه عندي فراغ ما بيني نحلق الحديد. وما بين اللي احنا قلنا من شوية. اللي هو الواكس باترن والسبرو. تمام? الفراغ اللي في نصف دوت انا هبدأ املاه بانفستمنت متيريال. بانفستمنت متيريال. عشان ابدأ اعمل زي قالب اصب في المتال. تمام? هنددى نصب الانفستمنت متيريال بتاعتنا. في القالب دوت. ونحاول ما يكونش فيه اي بروستيز او فراغات هوا. لان ديتنا منها مشكل في الكاستينج. وبرض انا دراسة قدام بالتفصيل ان شاء الله. بعد ما نصب الانفستمنت متيريال كده انا بعند شكل ازاي? عندي شكل من برا لجوه. انا عندي الكاستينج رينج برا. جواها الانفستمنت متيريال. جواها الواكس او الشمع بتاعي. سواء الواكس. الواكس باترن او الاسبرو. تمام. فانا كده عندي عملت قالب بس القالب ده من جوه مش مفرغ. عملت قالب من الانفستمنت بس ده مش مفرغ. القالب دوت جواه لسه الواكس بتاعي. فانا كده عايز اعيني الواكس عشان افضل القالب دوت واي احط مكانون متن. تفتكر ممكن يعيني الواكس ازاي? بزبط هسيحه. فبحط الكنيكشن ده كده كله في حاجة اسمها بيرن اوت فيرنس. ده ما تكونش شكل دوت قوي بس يعني عملا اي حاجة بتطلح حرارة. البرن اوت فيرنس دوت اا مستو اا مقارا بس بيساخن الواكس او بيساخن بتاعتي. علشان يسيح لكل الواكس اللي جوه دوت ويفطهو لي. ويخلي لي المكان دوت فوضي. لي المتا اللي يخش فيه وديني شكل الكرام بتاعي. بيكون لي برضو وظائف تانية تاخدها قدام. ان هو بيعمل لي حاجة اسمها اه 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 اكسبنشن. ان هو بيخلي لي المال بتاعي او القالب بتاعي تمدد شوية. يعني برش غرفة تفاصيل هتدرش كل 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 دوت قدام يعني. المهم دلوقتي ان هو بيفطي لي مكان الواكس دوت علشان يكون عندي قالب من الانفستمنت لدخول المتال فيه. كده بعد مطلع القالب بتاعي بيكون بالشكل دوت مفيش واكس خلاص. المكان ده كله مكان فاضي. اه هنا الانفستمنت اللي فيه وتديني نفس الشكل برضو. نفس الشكل اللي هو ايه زي مسلس كده ويخش فيه ويخش جوا. ويمليغ له كل الفراغ دوت ويدييني شكل الكراون بتاعي. فانكي الانفستمنت اللي فيه قلب بقى فاضي ومستعد اصب في المتال. فا اه قولنا ده اسمه مالد او القالب اللي هصب فيه. تمام? هبدأ بكده اصب المتال بتاعي اه دوت عندي ملتن متل اللوية عادية اه وابدأ اصبها في القلب بتاعي دمام فانا كده عندي بقى شكل بقى ايه عند الكاستن رينك عند الانفستمنت ويجواها المتل بتاعي بس المتل وهلو اخد شكل الكراون لأ انا عندي المتل بتاعي المتل هو الوكس باترن هوت وفيه الاسبرو وفيه كمان الاسبروار وما كلهم بيطلعوا لازين في بعض اكيد بابدأ اقطع ايه جزء الاسبرو مع الاسبروار دوت خلاص مش حايزه وكده يبقى عندي خلاص الكراون بتاعي بعمل له حاجة اسمها فنشن و بولشن لان الكراون بيطلع بيكون شكله طبعا مليان ايرجولارتز اه علي اكسايد لاير اه ما بيكون شكله اللي هو الشكل اللي هو بيكون ملمسه خشن مش ناعم بعمل له حاجة اسمها فنشن و بولشن ان انا بلمعه واشان اديله الملمس الناعم بتاعيه اه تمام ويحسن لساتك بتاعه احسن المنظر الجمالي بتاعه طبعا هده اصلا في متل يعني بيكون لونه متل هناخد قدام بقى احنا ممكن نغطيه بكشور جمالية والكلام ده تمام فانا كده بقى عندي الفينال كراون بتاعي اه اقدر ادرا تركيبه على السنة عادي وهيركب وطبعا بيكون والفيتد المرجنز لازم تكون مقفلة كويس زي ما احنا شايفين كده اه وطبعا لازم يكون ما يكونش مثلا بلقي زيادة ان هو مثلا يكون كبير كده شوية او يكون ديفشنت ان هو يكون مش وصل لحد اخر تصل استركشور يكون اقل من كده وطبعا ناخد كل الايرورز دي كلها برضو قداما اه في فيديو انا جايبه علشان نشوف الخطوات ديات بادينا بعد ما فهمنا الفكرة نظريا يعني نشوف في المعمل فعلا اه الحقيقي ازاي ما تدوت بي اصلا ما اين بي شاء مقرجن موسيقى 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 ترجمة نانسي قليلاً تجيلي عن المذنف إلى الم加stalات المضيحة سفلت بإمسّمة الإمسّرة من التعربية إمتنى الأجارة في تكون مسوف بيبابي حسب الإمسنت تردون بشعارك إمسّرة إن تنظرة مضيحة إمسّرة حيات الإمسانة تجيّون البعض بالمضيحة رأيز المنزدة الإنترين إمسّارة إلى السلطة إمسّارة قصية إمسّمت رأيس المضيحة الإمسانة الإمسانة 略iedy تكتص هؤلاءb كماitudes media إنه الكطتة العصرية المستخدمة تكتص جزيفيز começar استุدتك إسمناها للمقاربة عن الفرز الفرن مع 손نجز تقل في حالة تقل المũي مثل الت الهم viبن hur их مميز بشرك من المسافة يتكنال وحاجة مع العلاقهم اشتركوا في القناة